احتى قبة البرلمان لم تسلم المعارضة التركية من بطش آلة القمع الأردوغانية أدوات النظام التركي تقطع البث التلفزيوني لكلمة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمالك لتشتار أغلو أمام كتلة حزبه البرلمانية اجتماع يبدو أنه أزعج نظام أردوغان بسبب وجود مشاركة واسعة من ممثلات الجمعيات والمنظمات النسائية اللوات حضرنا للتعبير عن اعتراضهن على القانون الجديد الذي تنوي إقراره حكومة العدالة والتنمية قانون يعتبر بمثابة ضوء أخضر لتحليل الاغتصاب وعفو عام عن مرتكبي تلك الجريمة قوات النظام التركي لم تكتفي بقطع البث عن ذلك الاجتماع بل قامت أيضا بالاعتداء على النسوة أثناء خروجه النام من مبنى البرلمان وفي ذات السياق تتوالى فضائح إخوان العدالة والتنمية وسائل الإعلام المعارضة كشفت عن أن شقيقاء أحد معدي قانون الاغتصاب متهم سابق بجريمة اغتصاب الأمر الذي يفسر سبب إصرارهم على استصدار القانون المشين بحق الإنسانية جمعا وليس ببعيدا عن البلطجة الإخوانية في تركيا أردوغان ينظف مشروع أخوانة الدولة التركية خطوة بخطوة فبعد استبداله لجيشه بجيش آخر فهو يبدأ باستبدال الجهاز القضائي وتغييره بشكل جذي بأمر مباشر من رئيس النظام أردوغان أكثر من ثلاثة آلاف وثمانمائة قاد ومدع عام سيعينون مكان من تم عزلهم واعتقالهم مؤخرا ما يعني نهاية عهد القضاء المستقل في تركيا وبداية عهد الهيمنة على العدالة المسلوبة أصلا في بلاد العثمانيين الجدد